اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المسلمين واسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة مثل ما أنتم تعودين هو برنامج قدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي في هذا البرنامج نفتح لكم الأبواب والنوافذ على مصراعيها لاستقبال ملاحظاتكم آراءكم اقتراحاتكم يعني أنا ما أحب أسميها شكاويكم لكن خلونا نقول يعني أي شيء ممكن يساعد أن يطور في القطاع الصحي في الباب نفتوح جدامكم تقدرون تتواصلون معنا على الأرقام التالية 600551414 وللرسائل النصية على الرقم 4006 إذن هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي من وراء الميكروفون وفي الإخراج معنا المبدأ دائماً أيمن سرحيل وفي التنسيق معنا فيصل بن فارس اليوم حلقتنا فيها العديد من المواضيع لكن مثل ما عودناكم نبداها أنا قلت أصلاً البرنامج بالشراكة مع مستشفى الزهرة ما قلت فأعيد وأقول طبعاً برنامجنا كذلك هذه تحياتي مستشفى الزهرة وبالشراكة مع مستشفى الزهرة نبدأ يعني أول البرنامج بمجموعة من الأخبار اللي طالعتنا بها وسائل الإعلام والصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية أول أخبارنا نتحدث في عن استضافة إمارة دبي يوم الأحد المقبل في مركز دبي للدولي للمؤتمرات والمعارض فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين لجمعية بنوك الدم العالمية لتكون بذلك دبي أول مدينة على مستوى الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث منذ تأسيس الجمعية في مستردام عام 1935 طبعاً أكدت الدكتورة ميرا أوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر على أهمية هذا الحدث الذي يعكس المكانة العالمية لإمارة دبي وقدرتها الفائقة على استضافتها واستضافة وتنظيم وإنجاح مختلف المؤتمرات والاجتماعات العالمية أوضحت الدكتورة رؤوف أن المؤتمر الذي سيشارك به أكثر من 1700 طبيب ومتخص يمثلون 82 دولة سيناقش العديد من التقنيات العلمية الجديدة التي تدعم سلامة ومأمونية نقل الدم حيث سيتم تقديم 120 محاضرة علمية من مختلف الخبراء المعروفين على مستوى العالم إضافة إلى عرض 604 أوراق عمل كملصق جداري وقالت أن المؤتمر سيصاحبه معارض طبي تشارك به 73 شركة طبية محلية وعالمية تستعرض آخر التقنيات المتعلقة بمجال الدم وشادت الدكتورة رؤوف بالدور الهام الذي قامت به دائرة السياحة والتسويق التجاري ومركز دبي التجاري العالمي لاستضافة ودعم وإنجاح هذا الحدث العالمي طبعا نحن دائما ما نتعود أن أي حدث عالمي هناك تضافر كبير من جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية وأيضا القطاع الخاص يساهم بشكل أو بآخر في دعم مثل هذه الإصلافات لأنها هي رصيد يضاف إلى رصيد نجاحات ما بقول إمارة دبي فقط وإنما دولة الإمارات العربية المتحدة والحمد لله يعني صارت دولتنا على الخارطة العالمية معروفة بالإبداع معروفة بالابتكار ومعروفة أيضا بالتنظيم الجميل لكل الفعاليات التي تصدفها من ضمنها هذا المؤتمر وهذا المؤتمر من صلت الضوء عليه أكثر إن شاء الله باشر مع استضافتنا إذا كان وقتها يسمح الدكتورة ميرا أوف من استضيفة في البرنامج وما نتكلم أكثر عن هذا المؤتمر وما يحتويه بعيد عن المؤتمرات نذهب إلى الدراسات حيث توصل الدراسة كندية حديثة إلى أن الزام الشركات الغذائية بإضافة حمض الفوليك إلى منتجاتها قد ترافق مع تراجع في معدلات العيوب الخلقية عند المواليد في كندا حيث قام الباحثون بمراجعة بيانات أكثر من 6 ملايين حالة ولادة في كندا ما بين العامين 1990 لين 2011 وقد لاحظوا العلماء تراجع معدل إصابة المواليد بعيوب خلقية بنسبة 11% بشكل عام عبر سنوات الدراسة إلا أن ذلك لم يشمل جميع أنواع العيوب الخلقية وكان الانخفاض الأكبر يعني ما بين 15 إلى 27% في معدلات الإصابة بالثقب في جدار القلم أو تضيق الشريان الأبهر ولم يكن يحدث أي انخفاض في المعدلات الإصابة بالعيوب الولادية ناجمة عن تبدل عدد الصبغيات بحسب الباحثين فإن عوز حمض الفوليك في أثناء الحمل قد يسبب العديد من المضاعفات عند المولود مثل فقر الدم وعيوب الأنبوب العصبي وتوصل لإرشادات الصحية الحالية جميع النساء الحوامل أو اللواتي يخططنا للحمل بتناول حمض الفوليك وذلك بسبب احتمال أن لا يحصلنا على كميات كافية منه من خلال الطعام وبحسب معدل الدراسة فإن نتائجها قد تدفع الحكومة الأمريكية إلى تبني تشريعات مماثلة توصي بإضافة حمض الفوليك إلى الأطعمة شأنها في ذلك شان كندا ومن الجدير ذكره بأن الدراسة وجدت ارتباطا بين إضافة حمض الفوليك إلى الطعام وتراجع معدلات العيوب الخلقية عند المواليد إلا أنها لم تثبت ذلك من خلال علاقة سبب ونتيجة جرى نشر الدراسة طبعا في المجلات الطبية واحدة من أهم المجلات الطبية اللي هي circulation أنا ما أعرفها هذه المجلة لكن مذكور في الخبر النجي عموما المجلات الطبية تروائد مهم أن الدراسات هذه تنشر من خلالها لاعتمادها يعني هم ما ينشرون أي دراسة إلا إذا كانوا معتمدينها وهذه الدراسة يعني ممكن تكون إضافة للجمهور ولازم يعرفون عنها عموما في دراسة أمريكية حديثة أكدت أن التحدث مع الأطفال الرضع يعزز قدراتهم المستقبلية في التواصل اجتماعيا مع الآخرين وتكوين صداقات فضلا عن تحفيز إمكانيات التعلم لديهم وقد أثبتت دراسات عديدة سابقة أن التحدث مع الأطفال المولودين حديثا يشكل جزءا مهما في تعلمهم للكلام لكن هذه الدراسة التي أجرتها جامعة نورث ويرسلين بولاية إيلينوا تؤكد أن هذا الأمر يمنح الأطفال امتيازات في حياتهم المستقبلية أكبر من ذلك بكثير عموما قال القائمون على الدراسة وفقا لصحيفة الدين المير البريطانية أن التحدث مع الأطفال الذين لم يبلغوا بعد عامهم الأول يساعدهم بعد ذلك في تكوين صداقات إلى جانب يجعلهم أكثر ذكاء نظرا لتمتعهم بقدرة أفضل على اكتشاف العالم من حولهم وأوضح الباحثون أن التكلم مع الأطفال الرضع باستمرار لا تكمن أهميته فقط في تعلم المزيد من الكلمات يعني أغوما أغوما ما يتصلح هذا إلى شكل مهم بل أيضا لأن الاستماع إلى الكلام يعزز اكتساب الطفل لقدرات معرفية واجتماعية ونفسية تشكل أساس التعلم لدي خلال السنوات القادمة من حياته كخ بابا ما في كخ بابا ما ينفع كلموهم بشكل يعني عاملوهم أنه يتعلمون أو يأخذون مخزون لغوي جيد الله العظيم سابعوني المهم فالفكرة وين؟ الفكرة أنه نحن والله تذكر صدق أيما كان فيه فيديو شفته فيه برنامج أمريكي لطفل صغير لكن شو هذا المخزون اللغوي اللي عنده؟ يعني كانوا حاطينه في برنامج كوميدي يعني عن المقاطع المضحكة لكن تشوف الفيديو طفل يعني تصور ما كمل سنة لكن ما شاء الله مخزون لغوي للكلمات بشكل يعني هو مضحكة وفاني لكن توقف عنده تشوف بالفعل قاعد يتعلم الطفل هذا شو بيطلع؟ بيطلع نابغة فبالك إذا تعلم لغة عربية نطلع فاصل بابا ولا كخ؟ يلا اده يلا اطلع فاصل وقعد الفاصل إن شاء الله عندنا موضوع عن موسم الحج والاستعداد للسفر فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي قبل الفاصل كنا قد وعدناكم بأننا سوف نفتح ملف جميل وملف مهم حقيقة في هذه الأيام وهو الاستعداد أو الأمور اللي يجب أن نفعلها ما قبل السفر وبالتحديد نحن داخلين على موسم الحج فإن شاء الله اللي ناوي يحج السنة في بعض الأشياء اللي يحتاجها الحاج قبل أن يسافر للقيام بها ببعض الإجراءات الصحية والوقائية اللي بتعين إن شاء الله على تأدية المناسك دون التعرض لمشاكل صحية وهذه أيضا من الإجراءات والاشتراطات الأساسية للحصول على تصريح الحج بعضها خاصة بالتهيئة الصحية في كرت أصفر لازم يعبون أعتقد ماندريدة بعد أصفر على أيامنا كان أصفر فهذا مثل جواز خاص بالتصريح الصحي أنه يأخذ والمفروض أنه سووه من زمان فنحن نصلط الضوء على هذه المواضيع مع ضيفتنا في الستوديو طبعا كلكم تعرفون الدكتورة ندى الملة رئيس وحدة الشؤون الطبية بمركز البرشة الصحية يا شاء الله معانا دكتورة دكتورة يعني نتكلم عن الحاج أو اللي يفكر يحج نتكلم عن بعض الإجراءات اللي سووها المفروض أنه خلصت لأنه خلاص أعتقد بدأوا الحجاج يعني يستنفرون للذهاب إلى الأراضي المقدسة فنأخذ لمحة سريعة حق اللي يفكر يحج السنوات ريائية ما هو يعني اللي يسوي الحاج قبل يسافر طبعا موسم الحج هو موسم لخصوصية معينة لأنه يهي فترة معينة في السنة وفي هالفترة الناس من جميع أنحاء العالم تجتمع في نفس المكان فهذا يخلي هالمرحلة من السنة خصوصية معينة إحنا دائما بالإضافة طبعا أن الحج في سعي وفي شعائر فهذه كلها عبارة عن ضغط على الحاج اللي يسافر فعشان شيء الحج دائما إحنا نبتدي قبل الحج بمدة نسوي توعية للناس على الأشياء الأساسية اللي لازم يسوونها قبل ما الحاج يقرر يأدي فريط للحج التطعيمات التطعيمات أول خطوة هالتطعيمات اللي تشمل الجميع سواء اللي كان عنده المرضى أو الناس اللي ما عندهم أمراض التطعيم الأساسي يوصف فيه من المملكة العربية السعودية للجميع تطعيم الحمى الشوكية الحمى الشوكية والتهاب السحائي لازم هذا ضروري ولازم يتاخذ عشر تيام على الأقل قبل السفر ومدة ثلاث سنوات ومثل ما يتفضلت الدفتر الأصفر يكون مكتوب فيه أنه قدر تطعيم الحمى الشوكية التطعيم الآخر مو مؤلزامي ولكن احنا نشدد علينا لازم يأخذونا الانفلونزا طبعا مع موسم الحج والناس من كل نحاء العالم والفيروسات المختلفة وانشار كورونا والفيروسات الثانية تطعيم الانفلونزا يخفف نسبة واحد يصاب بهالأمراض الجهاز التنفسي فنوصي وايد أن يأخذو تطعيم الانفلونزا ولكن للأسف تطعيم الانفلونزا يكون موسمة من شهر التسعة يعني قبل شي ما يكون موجود فعشان شي بعض الحجاج ممكن يفوتونه بس احنا نقولهم حتى لو حصلتوا اي مكان حتى لمو في الهيئة او مكان ثاني ننصحهم يأخذونا تطعيم الانفلونزا وفي تطعيمات نوصفها لناس معينة اللي هم كبار السن فوق عمر ال65 والناس اقل من 65 عندهم امراض قلب او عندهم ربو شديد او عندهم امراض مزمنة ثانية اللي هو تطعيم المكورات الرأوية او نيوموكوكا الفكسين نعطيه بعد لهذه الفئة المعينة لان هالفئة اذا راحت الحج وياها زجام ممكن يسويها التهاف الرأة فهالتطعيم ضروري حقها طبعا في تطعيم الحمى الصفرة للناس اليوم من دول معينة احنا ما يشملنا من المناطق شبه الصحراوية وافريقية فهذه اول خطوة اللي هي التطعيمات ولازم ااكد ان الناس تاخذ التطعيم قبل عشرة ايام على الاقل من الحج الناس يوني في العيادة بيسافرون اليوم المغرب اليوم بياخدونوا التطعيم اقولهم ما يشتغل يعني انت بتصيرون الحج التطعيم بعده ما صار فعال في جسمكم فلازم عشرة ايام على الاقل فهذه اول خطوة التطعيم طيب ها التطعيم خلص التطعيم بعدين اني لالناس اللي عندهم مشاكل مزمنة مثل الناس عندهم ضغط والسكر ما شاء الله معظم الاماراتين طبعا عندهم ضغط والسكر وكلسترول هالناس ما 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 قلو معظمهم يعني ما قلو ان شاء الله يعافي الجميع الله يعافي الجميع فهذين يبقوا يسافرون للحج مهم جدا انهم يشوفون طبيب الاسرة اللي هم يتابعون معاه قبل السفر مدة معينة اجراء فحوصات يتأكدون ان الضغط والسكر والكلسترول عندهم منتظم او تحت كنترول مثل ما احنا دايما نقول الدكتور يعدلهم جرعات الادوية عشان يكون سكرهم وكلسترولهم منتظم او ضغطهم بعد منتظم يقولون يخبرون طبيب الاسرة انهم بيسافرون عشان يعطيهم وصفات ادوية تكفيهم للمدر بيكون فيها في الحج المرض اللي بياخدون انسولين يخبرون طبيبهم ترى انا باخد الانسولين وبسافر فيه بروح للسعودية فلازم يتأكدون ان لما يخذون الانسولين رح يحطونه في براد والبراد رح يزكون برد والانسولين ينحط فيه واول ما يصلون للحج الشعائر هناك ينحط مرة ثانية في الثلاجة حتى الادوية بشكل عام جونا ما يساعد ان الدوية ينشلف اليد او ينشلف الشنطة لازم ينشلف الثلاجات مبردة الدكتورة يعني من بين الاشياء اللي كانوا في اللي شفتها في بطاقة طبية كان الحاج ياخذها معايا يعني هذا اللي يعاني من مرض ما لازم يكون عنده هذه البطاقة فيها تفاصيل تفاصيل حال المرضية مات كيف تجرى معالجته اذا صار شيء او لا شيء وايضا حتى الجرعات اللي ياخذها اللي المفروض ياخذها كذلك ليش مكتوبة في البطاقة هذه سبحان الله ضاعة الشنطة الأدوية مالتها ممكن من خلال هذه البطاقة المفروض ان تكون مختومة من جهة طبية يصرفوا ليا هناك بشكل او باخر صحيح هذا شيء ضروري الناس اللي ياخذون ادوية يعني ما شاء الله تلاقي مرض السكر ياخذ اثنين او ثلاثة وزاد مالكوليسترول زاد مال الضغط وممكن لاشياء ثانية لازم يكون عنده في بطاقة كل الامراض اللي يعاني منها وكل الادوية اللي ياخذها وجرعاتها ومهم الحساسيات اللي يعاني منها في واحد الناس تهم الجانب الحساسية لاندي حساسية من دواء معين او من اكل معين وبعد لازم يتواصل مع الطبيب الحملة اللي هو بيسافر معها من قبل يعرف منه طبيب الحملة اللي بيسافر ويقول ان عندي امراض هالأمراض المعينة انا اخذ ادوية المعينة وعندي حساسيات معينة بحيث لا سمح الله اذا سافر وتعرض لأي طارق طبي طبيب الحملة يكون عارب بحالة الصحية والافضل يكون مثل ما قلت يكون عنده البطاقة او ياخذ تقرير طبي من طبيب العالي هو يتابع عنده يكون فيه تفصيل بحالة الصحية وينحط نسخة مع طبيب الحملة اللي هم سافرين معها صحيح ايضا كنا نركز على مسألة مواد التنظيف اللي يشيلها معاه الفرشاص الشامبو الصابون حتى نحن سبحان الله على وقت الهج كانوا يوفرونها لنا في المطار ادوية العناية الشخصية يوفرونها صح يعني مهم ان يكون الصابون المناشف والتعقيم آلات التعقيم تكون موجودة وبالنسبة للحلاقة هذه الأدوية ضرورية كل أدوات العناية الشخصية من مشط من بروش من فوط أمواس كلها لازم حتى سجادة الصلاة لازم تكون خاصة بالحاج فقط ما يشاركها مع أي حد حتى مع أسرته تكون خاصة لذلك داما من يسئلوني يقولون اسمها عناية شخصية يعني للشخص الواحد ما يشارك فرشات الأسنان فرش الشعر سجادات أدوات العناية الشخصية بشكل عام تكون فقط للحاج لازم يشل مع أدوات العناية الشخصية الخاصة بي وما يشارك ومواصل الحلاقة بشكل خصوصي لأن الحاج على آخر الحاج يتحلل من الحاج وبيقصر أو بيحلق فلازم لازم أمواس الحلاقة تكون مالتا تكون الاستعمال واحد ما في أمواس حلاقة لتنغسل ويرجع استعملها ما يحلق غير عند حلاق معتمد لما يروحون هناك عند الشعائر ما يحلقون عند الباع المتجولين في الشارع اللي في الشارع اللي في الشارع أسرع اللي في الشارع يعني أسرع طبعاً لذا ما في عليهم كيوها الانتظار ما في ولكن وأرخص وأرخص واذا يكيد بس الواحد ما هي ما هي أرخص فيها لمشكلة الأمواس الحلاقة تنقل الكبد الوبائي والأيدز صحيح عشان تشين حاسب منها طيب في شغلة نسيتيها دكتورة تعرفين شو يلا ذكرني المظلة الشمسية هي مظلة صح المظلة وايد مهمة هذه من تجربة شخصية أنا أعرفت قيمة هذه الشغلة المظلة بس كيف ممكن تكون مظلة بالفعل هذه المظلة السليمة الواحد يأخذها في الحج طبعاً الحج لأن موسم الحج يكون دائماً في الموسم الحارة والشمس تكون قوية والحاج معظم وقته يكون قاعد يمشي في الشعائر أو رايح منه أو في عرفة فمهم وايد يكون معه مظلة المظلة مهم جداً أول شيء يتأكد أنها صارحة الاستعمال قبل ما يسافر ما تكون مظلة عندها جديمة في البيت ويتوقع أنها زينة ويما يروح الحج يكتشفينها ما عندها والأفضل تكون فاتحة بيضة ما تلاقي الحجية تلاقي دائماً مظلات بيضة عشان تركس الشمس بين المظلات الغامجة أو السودة تمتص حرارة الشمس ولازم الحاج يمسك المظلة طول الوقت من بداية النهار إلى نهاية النهار عشان نمنع أن يستوي لأنها حرارة أو ضربة شمس فالمظلة جزء أساسي من شعار الحج أنا أقول لتشيغلة بعد دكتورة كانوا الجماعة جزاهم الله خير يعني في المطار من بين الأشياء اللي يوزعون على ضيوف الرحمن هذه المظلات بعد أنا أقول يعني الشركات أو المؤسسات أو الدواير اللي تبغي تسوي دعاية حق عمرها خلت وزع بظلات وتحط اللوغو مالها باللوغو أكيد لأنه بيبين على اللقطات اللي من فوق بيبين اللوغو فالدعاية حلوة بيبين لغو الشركة صح صح نزيل الملابس اللي يجب أن يقتنيها الحاج معاه يعني هو ما بيكون طول الوقت بالإحرام لأن الإحرام هي فترة معينة وبعدها رح يتحلل من الإحرام وبيمارس باقي الشعار من غير هذا فشو هي أفضل الملابس اللي يجب أن يقتنيها معاه طبعا بما أنه مرة ثانية موسم الحج حار وشمس فلازم تكون ملابس خفيفة تكون فاتحة اللون تكون واسعة نبتعد عن اللبس الضيج أو اللبس اللي شوي يكون راس على الجسم عشان اللبس الواسع يساعد تهوية الجسم أفضل فلازم تكون واسعة خفيفة الوزن وتكون فضفاضة هذا أهم شي لما الناس تروح الحج ونوصيهم بما نتكلمنا عن ملابس أخي محمود النظافة الشخصية مهمة جدا في الحج في ناس تفكر لما تروح الحج يستوي الاستحمام اليوم ويهتمان بنظافة الشخصية مو شيء أساسي ولكن شيء جدا أساسي لأن النظافة الشخصية أنت أو شيء تحمي نفسك من الجراثيم والمكروبات قبل ما تحمي غيرك فنظافة الشخصية جدا جدا مهم استحمام يوميا مرتين ممكن يستحمل الحاج لأن الجو جدا حار مع تغيير الملابس فهذا جدا جدا ضروري صحيح يمكن العناية الشخصية أنا واحد من الناس اللي ارتفعت عندي بشكل كبير لدرجة أن كنت أتكلم حتى وايد مهتم بعدد التلوث الأماكن أكثر تلوثة بعدد الفيروسات وكذا فاتكلمت عنه في أحد وسائل التواصل الاجتماعي التابع لي من حساباتي فكانوا الناس يردون علي دكتورة أنت وسواسي أنت فيك وما فيك قلوا يا جماعة الخير أنا قاعد أعطيكم بعض التولز أو بعض الأدوات اللي تساعدكم في حماية أنفسكم من الإصابة بأمراض معينة صحيح هاي مو بوسوسة هذه اهتمام وعناية شخصية هذه مو بوسوسة بالضبط في فرق ما بين الوسواس القهري هذا اللي ممكن يصير الواحد حتى لدرجة النم يخاف من كل شيء طبعا أكيد ما يقعد إلا في مكان معقم أمي باليمية وهذه آذي آذي شغلة ثانية صحيح عموما الحين تقريبا تكلمنا عن معظم الأجزاء في بعض الجزيات في موضوع الحجمة ما تطرقنا لها خاصة بالنسبة للمرأة الحاجة بتطرق لها دكتورة بعد الفاصل هذا آآ أيمن ما نطلع فاصل قصير إن شاء الله ومن ثم من استكمل الحوار مع الدكتورة ندلم لرئيس قسم أو رئيس وحدة الشؤون الطبية بمركز البرشة وبتخبرنا أكثر عن بعض النصايح اللي نبغي نحن نتحدث فيها عن الحج وأيضا عن السفر بشكل عام أيضا مستمعين اللي عنده أي مداخلة واللي عنده أي مشاركة في هذا المجال ممكن أن يتصل على ستمية خمسة وخمسين واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسائل نصية على أربعة صفر صفر ستة فاصل وما رجع لكم صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى السلام سمعين الكرام وحياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي نطرح فيه قضية من القضايا الجميلة جدا واللي يعني الواحد لما يتكلم فيها يحس بشوق ويعني روحانية لهذا المكان المقدس يعني يمكن اللي الله أكرمه بزيارة بيت رب بيت الله في مكة يعني ودافة ريضة الحج أعتقد يستوعب الشيء اللي أنا ياسع قوله لأنه سبحان الله على كثر ما تسافر وين ما تروح بتم هذه الرحلة في بالك مدى الحياة خاصة إذا صرت مرة وحدة فهم بالك اللي يصير أكثر من مرة فرحلة الحج هذه من الرحلات الجميلة اللي الواحد لا يمكن أن ينساها وأيضاً الناس اللي يتعرف عليهم أو الأشخاص اللي يكونون معاه في هذه الرحلة سبحان الله علاقة الدوم فيهم مدى الحياة يعني يتمون عزيزين على قلبه ويستذكر معاهم هذه الروحانيات الآن قبل الفاصل كنا نتحدث مع الدكتورة ندل ملي رئيس وحدة الشؤون الطبية بمركز البرشة الصحي عن الكثير من المواضيع التي يجب أن يقوم بها الحاج ما قبل وأثناء هذه الرحلة ما نستكمل كذلك الحوار كنا نتحدث دكتورة وعدنا الجمهور إنما نتكلم عن المرأة في الحج شوية وضع المرأة يختلف عن وضع الرجل المناسك هي نفسها ويدونها تقريباً بطبيعة المرأة الفيسيولوجية وطبيعة الرجل ونالك اختلافات حتى في مساء التهيئة الصحية لذهاب للحج فماذا عن المرأة في الحج؟ طبعاً مثل ما تفضلت أخوي محمود الشعائر هي نفسها ولكن فيسيولوجية الحرمة أو المرأة تعطيها شوية خصوصية مختلفة في الحج طبعاً الشغل الشاغل لأي مرأة تروح الحج هي طبعاً الدورة الشهرية خلال فترة الحج فإحنا دائماً ننصح النساء قبل التوجه للحج على الأقل بسبعة أيام إلى أسبوعين التوجه لطبيب الأسرة أو طبيبة النساء اللي هي تابع معاها وتقول لها إنها راح تتوجه لأداء فرائض الحج عشان تعطيها الأدوية المناسبة لتوقيف الدورة خلال أداء مشاعر الحج لأن طبعاً الحج هي مثل ما قلنا فترة محددة وإحنا ما نباها تروح هناك وتخترب عليها الشعائر بس ما يأثر على صحتها يعني لا طبعاً من شيء إحنا دائماً نقول للنساء لا تأخذينا الوصفة من الصيدلية على طول تعالي أو شيء للطبيب طبيبة العائلة خلي تأخذ منك تاريخ كامل عن أنت شو تاريخ رجل الصحي وغيره ومعلومات وعلى أساسها تعطيك الدوة المناسبة حق حالتك أقول لتشغلة بعد أزيد دكتورة يعني واحد من أهم الأشياء على المرأة تسويها البارحة تتكلم أنا كذلك عن خبر قريت أن المرأة في دراسة تقول أن المرأة هي أقدم وكالة أنباع عالمية فكانت تتحدث على أن المرأة لا تستطيع أن تحفظ السر أكثر من 38 ساعة في الحج بارك الله فيك يعني واحد من أهم الأشياء اللي تسوينها في الحج احفظي لسانة يعني هذا الكلام للرجل والمرأة هذه نصيحة غير طبية غير طبية بس ذكرتيني فيها لأن أكثر الشغلات اللي تقع فيها النساء هي مسألة الغيبة والنميمة هذه وايد مهمة أن في الحج الواحد يحفظ لسانة قدر الإمكان وهذا نصيحة للرجل للمرأة لكن المرأة شوي نعطيهم شوي زيادة لأن تعرفين نروس على الحريب شوي أكثر فهذه أول نقطة طبعا نصيحة الثانية من أخي محمود مثلما قال حفظ اللسان عشان ما يروح عليكم الأجر يعني في هل موسم الفضيل للمرأة أو للرجل للمرأة أو للرجل طبعا عشان ما يقولون إنحاز ضد المرأة بعد مهم جدا المرأة الحامل في واي تينا أسألة هل أنا كمرأة حامل أقدر أروح الحج طبعا مرة ثانية المرأة الحامل لها خصوصية مختلفة لازم تشوف طبيبة النساء التي تتابع معها وتحدد لها هل تقدر تقدم مناسك الحج أو لا وفيه جزء مهم من حج المرأة بعض الناس تنسى اللي هو المرأة لما تسافر بالعادة لأداء مناسك الحج تكون مع عائلتها فتطبخ الأكل لعائلتها خلال المناسك فمهم مهم جدا لأي مرأة راح تروح هناك في الشعائر في منا أو في عرفة أحيانا يطبخون حق العائلة إن يتذكرون أول شي طبعا نظافة اليد تأكل من غسيل الخضر والفواكه ما تقدم عائلتها أي ماء من أي مكان إلا ماء معلب مسكر ما يكون من الصنبور أو من الحنفية تتأكد إن الأكل يتخزن في درج حرارة باردة ما ينحط درج حرارة خارجية فهذا جزء مهم جدا من الحرمة تسافر وتروح الحج تأخذ مسؤولياتها معها يعني ما تكون ما تخلي مسؤولياتها وراها جميل أيضا دكتورة كنا نتكلم عن الأدوية التي يحتاج إليها الحاج يعني قلنا الحقيبة حقيبة العناية الشخصية وأيضا هناك بعض الأدوية اللي كل الحجاج ممكن يحتاجونها ممكن نقول تقريبا ممكن تمر عليك فترة فترة تحتاج مثل هذه الأدوية مثل فيتامينات أو شغلات معينة ما أدري الحاج لما الناس بتروح الحاج دائما ننصحهم يأخذون أدوية طبعا يكون في طبيب الحملة بس نحن ننصحهم يأخذون أدوية للأشياء البسيطة الممكن تصيبهم أهم شيء يأخذون حبوب الحساسية لنزلات البرد أو زوشام واحتقان الحلق وهذا يأخذون حبات الحساسية مهم جدا يكون عندهم كريم وضات البكتيريا للجروح أو الجروح البسيطة التي تصيبهم خلال الحج كريم وضات الفطريات خصوصا خصوصا لأقدام الناس اللي عندهم سكري لأنهم يصابون بفطريات بسهولة مع الحج والمشي وتكون مرات الأرض مو بنظيفة فهم يصابون بالفطريات بعد ضروري يكون عندهم كريم للدغ لدغ الحشرات هناك لما يباتون في مناء أو في عرفة فممكن يتعرضون لدغ الحشرات وكريم في السلخات الحاج يمشي مسافات طويلة ولابس بس لبس الأحرام فممكن يتعالى تسلخات بين الفخذين فلازم يكون عنده كريم ضد التسلخات يأخذها معا وطبعا واقي للشمس يكون SPF 50 فما أكثر لازم أيضا دكتورة شو عن المسكنات مسكنات صح ذكرتني أخي محمود مسكنات للألم وخافض للحرارة خصوصا ما علي دراسات ما علي دراسات زي واحد من الأشياء اللي الواحد لازم يسويها أيضا حتى قبل الحج دكتورة ننسينا نقول أنه يمارس شوية رياضة على أساس أنه يتعود على مشقة لهذا وينظم رقاده لأنه يأخذ قصد جيد من هذا لأنه هناك ما بترقيد عدل أكيد صحي المشي مدة طويلة وأننا بأسلوب حياتنا ما في حركة وايد فيفضل مارس المشي نص ساعة أسبوعا قبل السفر يهيئ نفسه يعني يهيئ جسمه ليه المشقة الحج هناك صحيح أيضا في أشياء خاصة بالسلامة العامة للحجاج اللي ممكن تكلم عنها دكتورة طبعا السلامة العامة هيتخص الرجال والنساء الأطفال والكبار لكل حد نحن دائما نوصل لما يروحون للحج يتفادون وقت الزحام قدر الإمكان يعني خصوصا في السعي لا يروح من فترات اللي فيها السعي في صفو المروة أو حول الكعبة ما يروح من فترات اللي فيها أكثر زحمة بالعادة خلال الليل أو أول فجر يكون وضع شوية أهدف فأفضل يروحون هذاك الوقت لتجنب أنهم يخذون أمراض من الناس الثانية رقم الثاني طبعا غسيل اليد شي جدا 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 مهم تجنب لمس العين أو الفم من غير غسيل اليد خلينا نعطيهم تقنية غسل اليدين التقنية ما تغسل اليدين كم ثانية أو عشرين إلى ثلاثين ثانية باستخدام المعاقب بالضبط ولازم يكون يشمل كامل إيدين حتى بين الأصابع الأظافر الصبع الإبهام يشمل كل الأهل لو دخلهم عنه تكتبوا طريقة غسيل يد أو هاند هايجين تطلعهم الخطوات بالصور ولازم عشرين إلى ثلاثين ثانية مو أقل عن شي ومهم نتجنب في الحج العناق والمصافحة باليد خلوا السلام دائما في الحج من بعيد لأن الناس اللي بتسلم عنهم بالمصافحة أو بنحضنهم بحركات الحريمة بابوسة ممكن ينتقلكم أمراض من الشخص الثاني فدائما في الحج في الأماكن بالزحمة يفضل يكون السلام فقط من بعيد وطبعا مثل ما قلنا غسيل اليد شرب السوائل بكثرة هذا جدا 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 مهم والمظلة ما ننساها مثل ما قال محمد طيب عقب ما يؤدي الحاج إن شاء الله يعني هذه الفراغ وهذه الشعائر كلها بسلامة وأيضا بصحة وكذا طبعا يعني وفي النهاية لازم بتينتكاسة سواء أثناء أو بعد دكتورة بعد الحج لما يرجع لبلاد شي يسوي مهم جدا بعد ما يرجع الحاج من الحج ماذا ما تفضلت؟ معظم الناس اللي ردوا من الحج يكونون تعبانين يا يا هم فيروس هم هناك يا هم ما يردون اسميني خذ إبر فولترين هناك دكتورة يمكن ثلاث إبر خط فيروسات الحج قوية قوية جدا لأنه دائما يسألوني يقولوني ليش ديمانيين الزيتام أو أي شي في الحج يكون جدا قوي أقولهم لأنه إحنا جسمنا عندنا تطعيمات يعني بلادنا الحمد للصح فيها متطورة لأيوم البلاد الثانية فيروساتهم قوية قطع كلامك بالخير تذكرت شغله وايد مهم خاصة في عرفة وأيضا في مناء مسألة دكتورة الماسك ما للوجه نسينا تتكلم عنه هذا وايد مهم أنه يكون عنده كمية كبيرة من الماسك لأنه كمية الديزل اللي موجودة على صحيح من الباصات من الباصات يعني شيء مش طبيعي ويحميه بعد حتى من فيروسات الجهاز التنفسي وضروري مهم بمناسبة التكلم عن الماسك لازم يتبدل كل ست ساعات ما ينحط الماسك من أول الصبح لأن آخر نهار لأنه يجمع عليه الأوساخ ويفقد الحماية مالتها فلازم يتبدل كل ست ساعات الماسك عشان شي قلنا ياخد كمية مناسبة من الماسكات على الأساس يحطم عنده أيضا دكتورة بعد ما يرجع هي مثل ما قلنا بعد ما يرجع ضروري يقابل طبيب العالي هو يتابع عنده يقول عن أي انتكاسة صارت له سواء كان هناك أو بعد ما رجع هذا ضروري رقم واحد رقم اثنين مرضى السكر ضروري ضروري لما يرجعوا من الحاج يروحوا يتشون طبيب الأسرة عشان يسوي لهم فحص القدم لأن الحاج مرة ثانية يمشي مسافات طويلة وبالعادة يكون تكرروا لابسنا على المفتوح فممكن تستوي له جروح البسيطة في القدم إلا ممكن لسماحنا تتطور بعدين فلازم يروحين طبيب الأسرة لازم يتم فحص القدم بشكل ممتاز وكامل عشان نتأكد أنه ما في أي جروح ممكن تعرضنا سمح الله في المستقبل أي غرغرينة أو شيء طبعا الناس اللي كان عندهم أمراض مزبينة ضغط السكر هذي له بعد ما يرجعوا بعد يروحون طبيب العائلة ممكن يسوي مكمن فحص بس يتأكد أنه صحتهم زينة وبعد إذا استوألم أي طارق مثلا خفاض السكر ارتفاع الضغط إغماء أي شيئ هناك يبلغون طبيب الأسرة وشو الإجراء اللي سووا لهم إياه هناك إذن يعني هذه التصور غطينا تقريبا كل المواضيع الخاصة بالحج الدكتورة في شيء تريد أن تضيفينا أعتقد مثل ما قلت أخي محمود إحنا غطينا تقريبا كل شيء أتمنى أن الحجات يروحون وردون بالسلامة والتزام إن شاء الله بالنصائل إحنا قدناها وأنصحهم تدون تجهيز الحج بدري من وقت ليون قبل السفر بيوم أو يومين ويتذكرون بيروحون العياد ويأخذون الأدوية ويشوفون الدكتور تعالوا من وقت أفضل إذن هذه مجموعة نصائح صحية وبعض النصائح الشخصية من عندي من مجرب يعني كانت رحلة جميلة والله ما أقدر أنسى شغلة من تفاصيلها من كثير ما هي من الأمور الجميلة للواحد إذا سواها في حياتها يعني يحس بمتعتها يحس أن يا رب متى الله يرزقنا نرجع لأدي هذه الفريضة إن شاء الله يا رب نعطي بس نصيحة أخيرة أخوي محمود الآن ذكرت خصوص ما قلت عن الديزل والباصات طبعا الحاج يتم في الباص في التنقل فترة طويلة مهم جدا أن الحاج ما يتم قاعد على الكرسي طول الفترة التنقل لازم كل نص ساعة يقوم يمشي شوية أو يحرك ليوله شوية عشان نمنع التجلطات خصوصا في الناس اللي عند مؤموات مزمنة فهذا جدا ضروري حتى عيونه دكتورة يعني المنظر ما يكون يعني هذا يحاول أنه يوزع النظر في أكثر من جهة صحيح أو ممكن أن يحس بإعياء السفر هذا طيب الآن نطلع شوية برع موضوع الحج ونتكلم عن السفر بشكل عام الآن أنتو تقدمون كهيئة الصحة في المراكز الصحية بعض العيادات الخاصة اسمها عيادات المسافرين عيادات المسافرين عيادة المسافرين أنا طلعت الجهاز ورديت قد يمكنك شيء تغير بعد نفس العيادة يلا زين هذه العيادة تقدم العديد من الخدمات المهمة للمسافرين اللي يفكرون أنهم يسافرون وايد الناس ما يعرفون أهمية أن يطوف على أو يمر على هذه العيادة الآن خلينا نتكلم ليش سميتوها عيادة المسافرين وليش لازم الواحد قبل ليسافر يمر عليكم ومتى لازم يمر عليكم عيادة المسافرين هي عيادة لخدمة المسافرين الناس تسألوا أي مسافرين هل كل الناس اللي يستفع في حيات المسافرين؟ لا مثلاً لإلسان في دول الخليج أو الدول العربية بالعدد لا يحتاج للمناطق الموبوة مثلاً لإلسان في العراق لإلسان في باكستان و الهند لإلسان في دول الأفريقية ومعниз عيات المسافرين على الأقل مرة ثانية أو أسبوعين قبل السفر شو يتقدمونه على حيات المسافرين؟ يforthuvают طبيب للقاعد في حيات المسافرين يطلبون كمن فحص يصبحون بكم صحيحين وتطعيم لوقايتهم لما يسافرون مناطق المبوءة خصوصا تطعيم الحمى الصفرة تطعيم الكبد الوبائي يعتمد على المنطقة اللي هم بيسافرونها فهل العيادة تقدم خدمات كبيرة وإحنا ما شاء الله في مركز الدرشة عندنا العيادة وما شاء الله عندنا عدد الوعي خدمات العيادة كبير وعندنا عدد كبير من الزوار لها اليون ياخذون خدمات عيادة المسافرين بس أردو أكد أسبوعين على الأقل قبل السفر وليس في نفس اليوم ممتاز أسبوعين على الأقل يعني تقريبا خمسة عشر يوم قبل الواحد يسافر نزين دكتور طيب واحد نسى يعني اتذكر قبل السفر بيومين ثلاثة أيام يمر ولا ما يمر هذه حالة طويل تمر عندنا احنا نقولهم التطعيم ما رح يكون فعال التطعيم يبال على الأقل عاشرة أيام بس يقول أخذه ولا ما أخذه احنا نقول أخذه حتى في ناس تقولكم بس أفر ثلاثة يوم برد أخذه ولا ما أخذه اخذه الاحتياط أفضل تعالوا اخذه ولكن أفضل عشرة أيام قبل لأن التطعيم ما يأخذ وقت في الجسم يبغي له وقت معين على أساس أنه يعطي الأثر الآن دكتورة الواحد يوم يسافر في بعض الأماكن فيه هناك نصائح تقدمو نفسه وشو ما كان يعني يسافر هالبلد موبوء ولا مش موبوء يعني فيه بلدان في العالم الواحد يسافر لها هناك بعض النصائح التي يجب على المسافر أن يتبعها ونحن يأيين على إجازة العيد بعد كذا وهذا موسم إجازات عموما مشينا فيه وأيضا في موسم خلص وفي إجازة العيد احتمال تكون إجازة جميلة والعالم يحبين أن يسافرون في هذه الإجازة فشو ممكن نقول لهم؟ طبعا نصائح السفر تبتدي من وقت ركوب الطيارة نحن دائما نقول للناس للسفر رحلات طويلة ثلاث أربع ساعات وطالع لازم ما يقعدون في الكرسي أكثر عن نصف ساعة يتحركون في الطيارة يحركون ريولهم يشربون ماء طول الرحلة اختلاف الضغط الجوي في الطيارة يخلي الجسم يستوي جاف فمن شي وايد ناس ما يردون من السفر يقولك أحس أن جسمي صار جاف بعد ما رديت من السفر بسبب قلة شرب الماء بعدين لما يوصلون مكان لهم يوصلون له مرة ثانية غسيل اليد جدا مهم شرب الماء وايد مهم ما يأكلوا من أي مكان مهما يكون البلد يروحون له ما يأكلون الأكل من أي مكان برع يأكلوا ماكل موثوقة وفي نقطة وايد مهم الناس تغفل عنها وهو الثلج لما الناس تسافر مثلا بلاد أفريقيا أو بلاد شرق آسيا يردون لنا بالتهابات ديدان أو أمراض معينة ويقولك أنا ما شربت ماي من برع شربت ماي معدني ولكن الثلج يعني هم يثلجون ماء الصنبور ماء الصنبور مالهم مو مثلنا إحنا مو معقم مو مكرر ماء عادي فيكون في وايد بكتيرا وجراثين فنقولهم لا تأخذون حتى يمتشرون مطاعم راقية لا تأخذون الثلج من عندهم لأن الثلج يكون ماء الصنبور فينقلكم وايد التهابات والماء الواحد ما يشرب ماي إلا إذا كان مسك ولازم ينفتح جدامه مايكون مفتوح يريبون عنده هاي نقطة وايد مهمة والله الأفضل حتى يشربه يعني من هذا القلاس الواحد ماي إضمانه بعدكم عقم أو إلا لها بالضبط من الدب نفسه يشربه أفضل أي طيب بالنسبة للأكل قلنانا ماي أكل من أماكن غير مهثوقة بالنسبة للشرب الماء مهم جدا لما الناس السافر الناس تغفر نقطة وايد مهمة لما تسافر أي مكان ما تشوف أقرب مركز صحي أو أقرب مستشفى لها تسافر بغرض السياحة وتنسى هال المعلومة المهمة ضروري لما نوصل أي دولة أو أي مدينة تشوف شو أقرب مركز صحي أو أقل شي شو أقرب صيدلية لي والله أنا سافر وايد دكتورة لكن في حياتي ما فكرت أني أنا أشوف هالنقطة مهمة لأن المرض ما يعرف أنت مسافر أو أنت ممسافر فحالة المرض خصوصا في السفر الواحد يضايج أنه هي سياحة يستانس في نفس الوقت يتعب فلازم يشوف أقرب صيدلية أو أقرب عيادة أو أقرب مستشفى حقه طبعا يشل مع نفس الأدوية اللي قلنا عنها من قبل جميل دكتورة يعني في أقل من دقيقة نصيحة عامة تبغي توجيهنا للجمهور وكلمة اختمين فيها هذا اللقاء الجميل أو شي طبعا أشكر لك اللي استضافة أخوي محمود طبعا أنا أنصح أو شي أتمنى الجميع السلام إن شاء الله الحجاج إن شاء الله الله يوديهم يعني يروحوا ويرجعوا بالسلامة وحج مبروزة أي مشكور إن شاء الله عيادة الطب الأسرة مفتوحة للجميع أنا أوصل جميع أنه يمرون على طبيب العائلة حتى من غير أي مشكلة يستشيرونها ياخذون راية قبل أي سفر سواء كان حج أو غير حج عشان نستمتع بجهزة سعيدة ويمر حجنا من غير مشاكل طيب نحن شاكرين لك دكتورة الندر مولا رئيس وحدة الشؤون الطبية بمركز البرشة الصحي ابو محمد طرح لرسالة يقول صحة وسعادة السلام عليكم بخصوص كخ كخ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للحسن والحسين في تمر الصدقة يذاكر الله خير على المعلومة بس بعد يعني كلموهم كلمة صغرية يعني حطوا عندهم مخزون لغوي هذا كان تعليق على الخبر اللي كان في بداية البرنامج اللي ما سمعنا في من البداية عموما مستمعينا لا نملك إلا نتوجه بالشكر جزيلا لكم على تواصلكم معنا وأيضا كل الشكر للدكتورة ندر مولا رئيس وحدة الشؤون الطبيب بمركز البرشة الصحية على تواجدها كذلك في هذه الحلقة المميزة وعلى هذه النصائح الكثيرة اللي طرحتها بخصوص الحجوة السفر إن شاء الله نشوفك مرة ثانية دكتورة إن شاء الله إن شاء الله طبعا مستمعينا الدكتورة ندر مولا تطلع معنا دائما في الفواصل التلفزيونية الخاصة بصحة وسعادة ممكن تتابعونها على سمد بي وأيضا من خلال تلفزيون بي أعتقد بعد كذلك وأيضا من خلال مواقعنا في حساباتنا على مواقع تواصل اجتماعي DHA أندرسكور دبي في تويتر إنستجرام وحتى في اليوتيوب كذلك فبتحصلون هذه الحسابات الرسمية لهي تصحها حتى نلقاكم في الغد إن شاء الله نقول لكم ولا قبل أن نقول لكم أتوجه بالشكر لمخرجين كان معنا أيمن سرحيل والحين بعد كذلك ميثة بن بياد كل شكر للزميل منسق فيصل بن فارس وهذه تحياتي محدثكم حمود يسف العلي وأنا نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر